منيت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثانياً عالمياً الباحثة عن المجد الأولمبي على أرضها بانتكاسة النس ثلثاء إسرى خروجها من الدور الثالث لأولمبياد توكيو ضمن منافسات كرة المدرب بسقوطها أمام تشيكيا ماركيتا فوندروشوفا الثانية والأربعين عالمياً بـ 6.1.6 لأربعة وكانت أوساكا قد اخترت لإضاءة المرجل في حفل افتتاح الألعاب الجمعة الفائت إذاناً بانتلاق المنافسات أصبحت أول لاعبة كرة مدرب تحصل على هذا الشرف في تاريخ الأولمبياد وكانت أوساكا المرشحة الأوفر حداً للفوز بالذهبية بعد خروج المصنفة الأولى الأسترالية أشلي بارتيا الصادم من الدور الأول الأحد الماضي ثم المصنفة الثالثة البراروسية أرينا سابالينكا الأثنين لا سيما في ظل غياب العديد من المصنفات العشر الأوليات